أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ وَإِنْ تَعُدُّونَ يَامَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوكَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا هو اللقاء الثاني والثلاثون في سلسلة أفلا تذكرون والله أيها الأحبة هاتين الكلمتين أفلا تذكرون ينبغي أن تجعل كل واحد منا يخجل من هذا الخالق العظيم سخر لنا كل هذه النعم أعطانا من الحقائق والإثباتات والبراهين العلمية التي وضعها في هذا الكون وفي الطبيعة من حولنا ما لا نعجز عن إحصائه ما لا نستطيع أن نحصيهم ثم يأتي بعد ذلك من ينكر ويستكبر ويقول لا يوجد خالق لهذا الكون لا يوجد خالق لهذه الطبيعة أيها الأحبة اليوم أحببت أن نتأمل مخلوقا صغيرا في غاية الصغر وهو النمل العجائب الهندسية التي تكتشف في هذا المخلوق كل يوم هناك اكتشاف علم جديد يبهر العلماء ويثبت أن هذه المخلوقات أمم أمثالنا تضحي وتتحدث وأحيانا تكذب وتغش ولديها حسد ولديها نظام لدفن الموتى شيء عجيب أيها الأحبة في البداية لدي اكتشاف علمي يقول إن علماء من بريطانيا وضعوا مكبرات صوت صغيرة جدا داخل مساكن النمل لنقل الأصوات التي تصدرها الملكة والتي تدفع النمل إلى التركيز والانتباه شيء عجيب ملكة النمل تصدر ذبذبات صوتية ما معنى ترددات أو ذبذبات صوتية أي في المجال الذي لو كان لدينا دقة في السماء لكنا سمعناه ولكن لا نسمعه لماذا لأن الصوت منخفض جدا ولكن عندما نستخدم مكبرات حديثة جدا على يعني المستوى الذر تكبر فإننا نسمع صوت هذا النمل لذلك وجد العلماء أن النمل عندما استمع إلى أصوات الملكة وهي تتحدث معهم وتأمرهم فإنه يتوقف عن الحركة ويصغي إليها شيء عجيب هذا النمل عاقل أيها الأحبة وربما أكثر من البشر كما سنرى بعد قليل طبعا عندما يرفع قرون الاستشعار لساعات طويلة دون الإتيام بأي حركة فهذا يدل على أن النمل يصغي ويستمع ويستمع بدقة إلى الملكة وإلى أوامرها أتذكر فقط قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون النمل الذي نظنه لا يعقل يستمع ويصغي بدقة إلى من يملكه إلى هذه الملكة وهي مخلوق مثلهم فكيف بنا عندما نستمع إلى صوت القرآن إلى كلام الله تبارك وتعالى ولا نبالي والله ينادينا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والله أيها الأحبة إن الإنسان يجب أن يستحي يخجل من هذا الإله العظيم هذا النمل يعقل أكثر منا أو من كثير من البشر الباحثون أيها الأحبة يؤكدون أن النمل لديه مفردات أكبر مما كان يظن سابقا فالأصوات المختلفة داخل مستعمرة النمل مستعمرة واحدة يمكن أن نجد فيها الكثير من الأصوات والتي يمكن أن تستنفر أن تستنفر هذا النمل للقيام بردود فعل مختلفة سبحان الله هذا الاكتشاف العلمي أيها الأحبة أنبأ عنه القرآن يعني الله وضع لك حقيقة كونية تراها من حولك في هذا الكون في الطبيعة وأخبرك عنها في هذا القرآن قال تبارك وتعالى في سورة النمل عندما جاء سيدنا سليمان إلى وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سبحان الله هذا النمل أيها الأحبة يتكلم بل يضحي بنفسه هل تصدقون ذلك؟ يضحي بنفسه بدرجة عالية جدا أكثر من البشر هذا العالم العجيب أيها الأحبة فعلا كل يوم هناك اكتشاف يبهر العلماء سبحان الله يقول الباحثون إن وزن دماغ النملة هو جزء من المئة من الغرام وإن دماغ الحوت الكبير أكبر بمئة ألف مرة من دماغ النملة تصور أيها الأحبة على الرغم من ذلك النملة تستطيع أن تقوم بمهارات هندسية أكثر من الحوت على الرغم من صغر دماغها النملة تقوم بعمليات ذكية وبناء وتخطيط وتعاون وتضحية أكثر مما موجود في عالم الحيتان والأسماك لذلك هذا يدعوني أن أتذكر معكم آية عظيمة يقول الخالق فيها تبارك وتعالى متحدثا عن نفسه بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أيها الأحبة هذه الآية تدعونا أن نتأمل نتأمل دماغ النملة الذي يحوي بحدود ثلاثمائة ألف خلية طبعا دماغ الإنسان فيه أكثر من مئة ألف مليون خلية دماغ النملة لا يساوي شيء أمام دماغك أيها الأمام دماغك أيها الأنسان ولكن هذه النملة تتفوق عليك أيها الإنسان في التضحية بنفسها من أجل سعادة الآخرين أيها الأحبة لقد راقب العلماء عالم النمل طويلا وظنوا في البداية أنه عالم محدود لا يفكر لا يعقل لا يتكلم لا يضحي ولكن تبين أنه أمام أمثالنا فالنمل أيها الأحبة يقوم ببناء الجسور الحية قبل مئات الملايين من السنين ولا زال يبنيها حتى اليوم نحن لم نتعلم بناء الجسور إلا حديثا هو يقوم ببناء جسور حية أكثر فاعلية وبسرعة كبيرة جدا دراسة أيها الأحبة على موقع رويترز تقول أن الطريقة التي يعتمد عليها النمل لعبور بعض الحفر هي بناء الجسور بالأجساد طبعا هناك باحثان من بريطانيا راقبا أسراب النمل ووجد أن النمل حين يعتريه السأم من الحفر أو من الفواصل التي يصعب عليه المرور عبرها فإنه يقوم بالتضحية ببعض النملات في سبيل سعادة ونجاة الباقين فتقوم هذه النملات بمد بمد ومشابكة أيديها وأرجلها مع بعض فتشكل جسرا صلبا من أجساد هذه النملات طبعا كل نملة تمد يديها ورجليها وتشتبك بالنملة الأخرى يمكن أن تموت ولا تتركها تصور أيها العباء عندما تعبر النملات فوق هذا الجسر المكون من أجساد النمل قد تموت بعض النملات ولا تتخلى عن مهمتها وتضحي من أجل إسعاد بقية أفراد المستعمرة أنت أيها الإنسان ماذا قدمت لإسعاد من حولك للأسف لا شيء طبعا الباحثان راقبا نوعا من أنواع النمل يعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية يختار أفرادا من السرب ذوي القوة الكبيرة بحيث يكون حجم أجسادها مناسبا لحجم الحفرة المراد العبور فوقها هذا البحث نشر في مجلة السلوك الحيواني ويقول فيه العلماء إن النمل يتكاتف لملء الحفرة الأكبر بحيث تعبر بقية النملات فوق أجساد هذه هذا الجسر الحي طبعا الباحث الأول اسمه سكوت باول والثاني اسمه نايجل فرانكس من جامعة بريستول درسوا الكثير من أنواع النمل ووجدوا طبعا هذا في أمريكا الوسطى والجنوبية وجدوا بعض الأسراب تضم بحدود مئتي ألف نملة رقم عجيب مئتين ألف نملة تعمل كلها كرجل واحد كنملة واحدة ما هذه العظمة أيها الأحبة لا تشذ نملة لا تعترض نملة قد تموت تضحي من أجل انظروا إلى هذا التماسك بينما نحن البشر نقتل ونحسد ونتفرق ونكره من أجل ماذا أرجو أن يكون هذا النمل درسا لنا نتعلم منه طبعا أيها الأحبة يقول الباحثان البريطانيان دائما ما يبقى هذا السرب على صلب المستعمرة من خلال طابور طويل من النمل هذا الطابور يعني قد يضطرب بشدة حين يمر أفراده فوق أوراق الشجر والأغصان المتناثرة على أرض الغابات لذلك ماذا يفعل هذا السرب يقوم بيعني عدد قليل من النمل يضحي بنفسه فيملأ الفجوات هذه ليصنع مسارا سلسا تعبر فوقه النملات ويقول العلماء إن النمل يعني له الطريقة يعتمد فيها على نفسه لإصلاح الطرق نحن حفرة حفرة هنا يمكن أن تبقى أشهر لا أحد يفكر أن يملأها أو يسدها النمل أي حفرة تصادفه خلال دقائق يشكل جسرا من أجساده يملأ هذه الحفرة وتمر بقية النملات بسلاسة فوقها سبحان الله شيء عجيب أيها الأحبة طبعا العلماء أكدوا أنه عندما يعبر السرب تتسلق النملات التي ملأت الفجوات إلى خارج تلك الحفر وتتبع زملائها عائدة إلى المستعمرة بصفة عامة يظهر هذا البحث سلوكا بسيطا تؤديه هذه النملات بكل طواعية وطبعا يعني الطريقة العجيبة التي حيرت العلماء أن النمل يختار كيف يعلم أن هناك نملات محددة تصلح لهذا الغرض هي الأقوى والأكثر إقداما والأكثر تضحية وهي تحترم في عالم النمل هذه النملات سبحان الله طبعا دراسة أخرى في جامعة بوستن أجريت حول علم أعصاب النمل تبين فيها أنظر أيها الأحبة أن النمل لديه سلوك مبرمج معقد جدا لا يتعلم ذلك بالوراثة ولا يتعلم ذلك ممن سبقوه تخلق النمل جاهزة مبرمجة في دماغها نظام والشيفرة مبرمجة لتقوم بهذا العمل بكل طواعية فالنملة منذ أن تخلق تعرف ما يجب عليها القيام به لها مهام محددة تناسب حجمها النملة الشابة والقوية تقوم بمهام الدفاع عن المستعمرة وجمع الطعام وهذه مهام صعبة النملة كبيرة السن تعزل وتحظى بالرعاية والاهتمام يعني نحن أحدنا يعق أباه وأمه ويعني كثرت ظاهرة عقوق الأبوين في عالم النمل النملة الكبيرة تعزل وتجهز لها كل وسائل الراحة ويحضر لها الطعام وتحظى برعاية كبيرة والله الواحد أحيانا يتمنى بعض كبار السن أن يكون نملة ليحظى بهذه الرعاية لأننا فقدنا أبسط أبسط الروابط الإنسانية أيها الأحبة لذلك نجد أن غضب الله سبحانه وتعالى ينزل علينا عسى أن نعود عسى أن نرجع ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون المهم أيها الأحبة الذي فعله هؤلاء العلماء أنهم وضعوا في المختبر ألواح خشبية مليئة بثقوب بأحجام مختلفة وفي مسارات للنمل وضعوا ضمن هذه المسارات هذه الثقوب فوجدوا أن النمل يتصرف بصورة رائعة فقد كان النمل يختار الطريق الأنسب لبناء الجسر بشكل يحير العلماء ويجعلهم يتساءلون العلماء يتساءلون أيها الأحبة كيف تعلمت النمل هذه التقنية في البناء من الذي أنبأها كيف تبني هذا الجسر الحي لأن ذلك يتطلب حسابات هندسية معقدة لو كنا نحن البشر سننفذ مثل هذه الجسور لذلك أحبتي في الله نختم بقوله تعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والله أيها الأحبة إن هذه الآية لتشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله من كان يعلم أن هذه النملات أو هذا النمل هو أمم أمثالنا من كان يعلم هذه التقنيات وهذه التكنولوجيا المتطورة الموجودة في عالم النمل إن إن الذي يعلم ذلك هو الذي خلق النمل وهو الذي أنبأ عنها وهو الذي قال في كتابه العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم هذا العمل وأن ينفع به من يشاء من عباده إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمن اشتركوا في القناة